مشاهدينا دلوقتي الساعة الثمانية وده مع عزنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع مرنة أهابت فضل يمين شكرا ليك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخمسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزرية لآلية تعاون الثلاثية والتي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة نظيريه اليونانية والقبرصية وذلك على همشي أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وخلال الاجتماع أكد شكري أن الألية الثلاثية أصبحت محفلا رئيسيا للتشور والتنصيق حول الملفات الإقليمية والدولية فضلا عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة توفق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع أمنيا واقتصاديا وثقافيا وأوضحت وزارة الخارجية الاجتماع عكس حرص وزراء الخارجية الدول الألية على تأكيد قوة ومتالة العلاقات الاستراتيجية راسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا وعلى ما تمثلها ألية التعاون الثلاثية من ركيزة أساسية لسياسات تلك الدول الخارجية خاصة في الواقع الراهن الذي يشهد تحديات غير مسبقة تفرض ضرورة تعاون وتنصيق الوثيقة لمواجهتها عقد وزير الخارجية السباح شكري عددا من اللقاءات مع نظرائه على همش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث بحث شكري مع نظيره القبرصي سبل تطوير تعاون الاقتصادية والاستثمارية كما أكد شكري على أهمية ترجمة التقارب السياسية بين البلدين إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع تحقق مصالح البلدين وعقد وزير الخارجية لقاء مع نظيره اليوناني حيث أكد حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة وتفعيل أطر التعاون القائمة سواء على مستوى الثنائية أو في إطار آلية التعاون الثلاثية حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدات كافة خاصة في مجال الطاقة والغاز الطبعي لسيما في إطار منتدى غاز الشرق المتوسط هذا وعقد وزير الخارجية لقاء مع نظير البرتغالي بحثا خلاله دفع العلاقات الثنائية وأكد الوزيران أهمية تكثيف أليات تشاور السياسية بين الجانبين والارتقاء بوثيرة الزيارات المتبادلة أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر ثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تدبيت الهدة الإنسانية في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضية جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي في نيويورك حيث أكد شكري استمرار مصر في مسعيها استكشاف المزيد من السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن من جانبه وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رسالة شكر إلى رئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصرية معربا عن تقديره لدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن متامنا استضافت مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها وموصلة تقديم كافة تسهيلات لهم قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أنه يفضل التوصل إلى حل سلميا للصراع في البلاد وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة رويترز على هامشي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثات جدة لا يزال من الممكن أن تنجح كما نفى البرهان لتهمة الموجه للجيش بارتكاب أعمال عنف لفتا إلى أنه لا توجد قوات كافية من الجيش في غرب دارفور لوقف العنف قال مفاوض التجارة في الاتحادة الأوروبية فالديز دومبرو فيسكيز أن الاتحادة الأوروبية ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه وقال في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة بان في شانهاي أن الاتحادة الأوروبية سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها غير متوازنة للغاية مشيرا إلى عكز تجاري بلغ نحو 400 مليار يورو حصد اللعب المصري عبداللطيفة مني عن مدالية برونزية لمنافسات وزن 130 كيلو جرام للمصارع الرومانية وذلك بعد الفوز على بطل الصين بنتيجة 3-2 في مباراة الميدالية البرونزية ليضمن أتأهولى لنهائيات دورة الألعاب الأوروبية لباريس عام 2024 وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تمانيته باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعض الفصل ترجمة نانسي قنقر